بعد تسليم حركة حماس ردها على المقترح الإسرائيلي للوسطاء ومطالبتها بتعديلات كشفت مجلة المجلة تفاصيل حماس التي طالبت الوسطاء بتضمينها مجلة المجلة كشفت أن حركة حماس والجهاد والفصائل الفلسطينية طالبت بوقف إطلاق النار بشكل تام وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل وإعادة إعمار القطاع خلال فترة بين ثلاث إلى خمس سنوات رد حماس للوسطاء تضمن مطالبات الحركة بانسحاب إسرائيل من محور فلادلفيا الذي سيطرت عليه بعد اشتياح رفح قرب حدود مصر وفق لما وردته مجلة المجلة الفصائل الفلسطينية وحماس تمسكت في ردها على المقترح الأمريكي بإنهاء الحصار الكامل عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر الحدودية خصوصا معبر رفح مجلة المجلة كشفت أن حماس تمسكت في ردها للوسطاء بدور وكلة الأونروا في قطاع غزة واستمراريتها في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين كما طالبت حماس بتوفير الكهرباء على مدار الساعة في جميع مناطق قطاع غزة بالإضافة إلى تحديد خمسين جريحا عسكريا على الأقل يخرجون للسفر عبر معبر رفح للعلاج الطبي بعدما أزلت إسرائيل العدد مجلة المجلة كشفت أن رد حماس تضمن تخفيض الحركة عدد الأسر الذين ستفرج عنهم في المرحلة الأولى من 33 إلى 32 من ضمنهم الأحياء والقتل بما يشمل النساء والمجندات كما تضمن رد الحركة الفصلة بين إطلاق صراح هشام السيد وإبراهام منغاستو الذين يعدان أو ضمن المحتجزين المتفق على إطلاقهما في المرحلة الأولى في المقابل تطلق إسرائيل صراحة جميع الأسرى الذين أفرجت عنهم في صفقة شليط وأعيد اعتقالهم لاحقا حماس طلبت في ردها على المقترح الأمريكي ضم كل من الصين وروسيا وتركيا بالإضافة إلى قطر وأمريكا ومصر كضامنين للاتفاق كما تمسكت بدور الأمم المتحدة كجهات ضامنة لهذه الاتفاقية